مرحبا بكم هذه ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة سبعة صواريخ باليسية إيرانية تستقر في أربيل في رسالة واضحة وصارخة لانتهاك السيادة الوطنية للعراق بغض النظر عن كل الذراءة التي ستعلنها طهران لتبرير هذا المشهد المتكرر والذي تسبب باستشهاد عراقيين فإنما حدث في نهاية المطاف انتهاك صارخ لمبدأ حسن الجوار خاصة وأن بغداد تعاونت مع إيران مؤخرا بتأمين العدود مرحبا بكم مشاهدي الفلوجة في هذه التغطية المستقرة تحت ذرائع وهية وواهمة استفاق العراق وأربيل تحديدا فجر اليوم الثلاثاء على انتهاك صارخ لسيادة البلاد عدوان إيراني بالصواريخ الباليستية أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وجود تجمعات مناهضة لإيران عذر أقبح من ذنب تبنى من خلاله الحرس الثوري الإيراني هذا الهجوم متخذا من المواقع المدنية والمأهولة بالسكان في محافظة أربيل أهدافا لعدوان لم يكن الأول من نوعه في المقابل لم تحرك حكومة بغداد ساكنا إلا بعد مرور عشر ساعات على الهجوم بيان خجول لا يرقى إلى حجم الانتهاك ولم يتعد التنديد الإعلامي وتشكيل اللجان أما واشنطن فقد وصفت الضربات الصاروخية الإيرانية بالمتهورة وأكدت أنها تقوض استقرار العراق ويأمل الشارع الكردستاني من خلال وقفات احتجاجية نظمها تنديدا بالعدوان الإيراني أن تتخذ الحكومة الاتحادية هذه المرة موقفا صارما من القصف الإيراني المستمر مطالبا المجتمع الدولية بوقف تهور طهران الذي دائما ما يستهدف المدنيين العزل شيعة أربيل ضحايا القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مناطق مدنية مأهولة بالسكان وشارك زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مراسم تشيع جثامين ضحايا القصف فيما توجه عدد كبير من الشخصيات ومسؤولي إقليم كردستان مع العشرات من المواطنين إلى منزل الضحايا للتعبير عن تعاطفهم منددين بالعدوان الإيراني انضم إلينا مشاهدين الكرام من أربيل مراسلنا بشير الحسن أهلا بك بشير حدثنا عن أبرز التطورات الحالية بعد التصريحات الرسمية لقادة الإقليم ما الجديد حتى الآن بشير تفضل بداية أهلا عبد الرحمن في آخر التطورات والمستجدات الأمنية بعد أن تعرضت أربيل بعدد من الصواريخ الباليستية التي خلفت عدد من الخسارة المادية وأيضا البشرية اليوم شيعت مدينة أربيل ضحايا هذا القصف الذي جرى يوم أمس بحضور كبير مئات من المواطنين وأيضا بحضور شخصيات رسمية قيادية هنا في أقليم كردستاني ترأسهم زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني الرئيس مسعود البارزاني وسط إدانات وشجب كبير في هذا التشيع أيضا السلطات الأمنية في حكومة تقليم كردستان أعلنت أنها تمكنت من القال قبض على شخصين يعني هذا آخر المستجدات عبد الرحمن أعلنت أنها تمكنت من القال قبض على شخصين إيرانيين أحدهما كان متواجد بالقرب من منزل الرجل الأعمال بيشرو ديزي الذي راح ضحية القصف الإيراني وأيضا تمكنت من قبض على شخص آخر داخل مدينة أريبيل أيضا آخر التطورات كان هناك لقاء على هامش مؤتمر دافوز في دافوز بين الرئيس مسعود بارزاني رس حكومة تقليم كردستان وأيضا وزير خارجية الأمريكي تناول الحديث حول آخر التطورات واستهداف أريبيل وتداعيات هذا الاستهداف أمريكا نددت بهذا الاستهدافات أيضا أن السيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي وخلال اللجنة التي شكلها السيد الرئيس عفوا محمد شيعي السوداني توجه إلى مكان الحادث وزار الجرحة كان هناك حقيقة لقاء مع سيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي تحدث فيه عن تداعيات قصف أريبيل وقال أن القصف الذي تعرضت له مدينة أريبيل وبالتحديد المكان الذي تم دعاء إيران بأنه مقار لواء الجماعات الإرهابية أو للموساد الإسرائيلي قال فيه بأن هذا المنزل هو منزل عالي تواجد فيه رجل أعمال الكردي يعني هذا التصريح حقيقة ينسب كل إدعاة إيران عبد الرحمن ويعزز موقف أريبيل من تداعيات هذا القصف أريبيل تتعرك باتجاه مجلس الأمن لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول تداعيات قصف الحرس التوري الإيراني للأريبيل هذه ليست المرة لولة عبد الرحمن التي تتعرض بها مدينة أريبيل بل تعرضت إلى عدة من هجمات قبل أكثر من 5 إلى 6 أشهر دائما يتعرض مطار أريبيل وقاعدة حرير وإذن القصلية الأمريكية إلى هجوم طائرات مسيرة مفخخة عبد الرحمن هذا الهجوم قد يختلف عن الطائرات المسيرة هذا الهجوم كان بصواريخ باليستية عابرة من حدود الإيرانية إلى داخل مدينة أريبيل هناك اتفاقية أمنية ووقعت ما بين بغداد وأريبيل وطهران لصت هذه الاتفاقية على أخراج الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة في أقليب كردستان وبالفعل تم تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع بسحب جميع العناصر الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق بعيدة عن حدود أقليب كردستان وخصوصا مناطق المحاذية بالمحافظة السليمانية امتدادا إلى السلسلة الجبلية امتدادا إلى طهران أيضا عبد الرحمن هناك البيانات والاستنكارات لا زالت متواصلة شعبيا وأيضا حكوميا هذه البيانات وهذه الاستنكارات كلها أكدت على الشجب وأيضا ألقت اللوم على الحكومة الاتحادية بعدم التحرك بجدية سريعة لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية الحرس الثوري الإيراني صرح قبل قليل بأنهم سيستمرون بقصف مدينة أريبيل في حال لم يتم إخراج جميع العناصر التي تدعي إيران به عناصر إرهابية وعناصر تشكل خطر على إيران عموما هناك يعني عبد الرحمن كانت هناك أيضا وقفة احتجاجية كبيرة أمام المؤثرية الأمم المتحدة يعني اليوم بحضور مئات من المواطنين إقليب كردستان وأيضا بحضور شخصيات مهمة من إقليب كردستان هذه الوقفة الاحتجاجية رفعت فيها شعارات تندد بالقصف المستمر على مدينة أريبيل وهذا على ما يبدو بأنه لن يكون القصف الأول واخر على مدينة أريبيل بل إيران والحرس الثوري سيشن هجمات سواء بطائرات المسير أو بصواريخ باليستية شكرا لك من أريبيل بل أبشير الحسن مراسلنا من هناك ربما سنتزود من خلالك على المزيد من المعلومات إن حصلت هناك مستجهدات شكرا لك مرة أخرى أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العراجي الذي وصل إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد وأن ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة العراجي قال في تدوينة على منصة أكس إنه طلع ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في أربيل وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة مضيفا أن الوفد سيواصل الإجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الإقليم وسيرفع التقرير إلى القائد العام نددت رئاسة إقليم كردستان بالهجوم الإيراني الذي طال الإقليم وأسفر عن سقوط ضحايا مطالبة الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق فوري لكشف الحقائق ومؤكدة أن استمرار استهداف الإقليم والتسبب باستشهاد المواطنين جريمة لا مبررة لها مبينة أن مبرر الحرس الثوري الإيراني لا أساس له قطعا ويجاب الحقيقة موقف رئاسة الإقليم واضح وصدرنا بيون باسم رئاسة الإقليم وندين بالشدة ونعتبر تعدي كبير على السيادة العراقية بالشكل العام وسيادة الإقليم وتعدي كبير على حقوق المواطنين خصوصا من خلال هذه القصف الغير مبرر وما مقتنعين أبد بالمبررات الموجودة تطالب السلطات الاتحادية ببيان موقف حازم وصريح تعدي إلى عدم تكرار هذه التعديات على أراضي العراقية بصورة عامة وعلى أراضي كردستان بصورة خاصة أثنى رئيس حكومة إقليم كردستان مصرور بارزاني على موقف الحكومة العراقية لإدانتها القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل وسقط على أثره عدد من الشهداء والمصابي ليلة أمس استهدفت مدينة أربيل مرة أخرى في هجمات جبانة إن هذه الهجمات على أقليم كردستان ليس لها أي سبب وبدون مبرر ونحن في كردستان بذلنا كل جهودنا لخدمة المواطنين وتكوين علاقات مع دول الجوار بسلام إن وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية أصدرت بيانا حول القصف وهذا محل شكر وأنا أتمنى أن يكون المجتمع الدولي مساعدا أيضا لإنهاء هذه الهجمات على أقليم كردستان إلى ذلك أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بيانا شديد لهجتي ضد الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني مشيرا إلى أن هذا الهجوم ليس من المرؤة ولا من الشهمة بشيء ولكنه عار كبير على المجرمين جاء في البيان أن الجميع يعلم أن أربيل تعرضت منذ عام 2020 ولغاية الآن إلى عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوات المتحالفة معه مردفا بالقول إن مرتكبي هذه الجرائم يعلمون جيدا أن افتراءاتهم وأعذارهم والدعاءتهم ليس لها أي أساس وأنهم يقومون بهذا العدوان على أربيل للتغطية على مشاكلهم مضيفا أن للصبرنا حدود وأن استشهاد نسائنا وأطفالنا ليس محل فخر واعتزاز للمعتدين أكد مدير صحة أربيل دولوفان محمد سقوط أربعة شهداء وجرح ستة آخرين مشيرا إلى أن جميع الضحايا هم من عائلة واحدة عدد الاستشهاد أربعة وعدد الجرحة ستة من هذه الستة سموجودين في مستشفى طوارئ الغرب قسم من عدهم حالاتهم مستقرة وأكو مريض بهم جرح بالعناءة المركزة حالة ما مستقرة بعد بس يحتاج متابعة من الأطباء والكوادر الطبية وإن شاء الله يتحسنون وضعهم إن شاء الله أطفال أبريادة تروح ضحايا هذا المكان الذي قصف صار عليه مكان مدني وبها عائلة الضحايا التي هم راحوا يعني عائلة واحدة وأشخاص مدنيين يعني مع الأسف يعني إحنا مو مع شسمة يعني ننكر هاي الشغلات يعني نعتبرها كارثة بالنسبة للأربيين بصراحة وإن شاء الله ما يتكرر وإحنا اليوم حاضرين على موت استنكار ونريد نوصل صوتنا ليكون مسموع وإن شاء الله ما يتكرر في محافظة ذلك أدان رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل الشيخ الخنجر قال في تدوينة على منصة أكس إنما تعرضت له السيادة الوطنية خرق كبير مؤكدا مساندة الحكومة في إجراءاتها المرتقبة لصون حرمة أرض العراق ودماء شعبه وأشار الشيخ الخنجر إلى أن الأمة أمامها مهمة واحدة وعدو واحد وهو الكيان الصهيوني وماكنته الوحشية التي تقتل أطفال ونساء غزة بلا رحمة اشتركوا في القناة الحديث عن القصف ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور مجاشع التميمي ومن أربيل المحلل السياسي ياسين عزيزي أرحب بك بداية دكتور مجاشع التميمي دكتور أربع ضحايا قتلى حتى هذه اللحظة ست مصابين تتراوح الإصابات ما بين خطيرة وبسيطة موقف الحكومة مندد حتى أن حكومة الإقليم قد شكرته بالوقوف معها باعتبار أنها نددت بهذا الهجوم ربما هذه المرة الأولى التي تندد بها الحكومة الاتحادية بهذه القوة كيف تقرأ ما حصل وما التداعيات؟ نعم شكرا جزيلا السيد عبد الرحمن وتحية لكم لضيفكم الكريم يعني بالتأكيد للأسف الشديد هو عمل بالنهاية عمل يجب أن يدان ويجب أن يستنكر من قبل الحكومة ومن جميع الأوساط الرسمية والشعبية في العراق لأن بالنتيجة أربيل هي محافظة عزيزة عراقية وضربت باعتداء للأسف سافر ولكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني من خلال هذا الاستهداف هو يحاول إرسال رسالة للأسف اختار العراق وأربيل بالتحديد ليصال رسالة ربما الرسالة الواضحة هو للجانب الأمريكي وجانب الإسرائيلي لاحظ استهداف أربيل بواسطة صواريخ بالستية بعيدة المدى من مناطق قريبة على الحدود العراقية في الجنوب بحد ذاته هو إيصال رسالة للجانب الأمريكي وجانب الإسرائيلي كان يمكن للجانب الإيراني أن يستخدم محافظات كردستان في إيران لضرب أربيل ولكنه يريد أو ربما يريد أن يوصل رسالة للجانب الأمريكي أنه يمكن أن تصل صواريخ إيران إلى إسرائيل وإلى مناطق بعيدة جدا وبالتالي أنا أعتقد هذه العملية هي عملية بحد ذاته هي رسالة وأيضا ربما أراد أيضا جانب الإيراني أن يوصل رسالة إلى جانب الإسرائيلي من أنه ربما يستهدف من خلال هذه الصواريخ مصالح تابعة لإسرائيل وإلى أمريكا وأيضا لاحظ أنه يمكن لإيران أن تستخدم القواعد الموجودة في سوريا لضرب مقرات لداعش لكن إيران أيضا استخدمت صواريخ باليستية بعيدة من جنوب إيران استهدفت فيها سوريا وبالتالي أنا أعتقد أن العملية للأسف الشديد هي بحد ذاته عملية لإيصال رسالة والعراق ليس مستهدفا فيها ولكن بالنتيجة هو أهينت السيادة العراقية وإيران اختارت للأسف الشديد للعراق لأن العراق أنا أعتقد ربما هو الحلقة الأضعف الآن في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة العراقية أدركت هذا الموضوع إضافة إلى أن هناك الكثير من الرسائل التي دائما ما تحاول إيران إيصالها إلى الجانب الكردي وخصوصا حزب الديمقراطي الكردستاني في قضايا متعلقة بالغاز وبالنفوذ الأمريكية والعلاقات القوية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والجانب الأمريكي سنتحدث بشكل أكبر عن هذه الرسائل المبطنة التي تريد إيران إيصالها لكن دعني أيضا أرحب بالمحلل السياسي ياسين عزيز مرحبا بك أستاذ ياسين هل ستتعامل أربيل برأيك مع إيران تتحدث معها بشكل مباشر ما بعد هذا القصف الذي جاء عبر أكثر من مرة مرة عبر وكلاء يعني لا يخفئون ارتباطهم مع إيران ومرة بشكل مباشر مثل ما حدث هذه المرة وقبلها أيضا حدث إثر قصف باليستي من نوع آخر على منزل الشيخ صاحب شركة آكار على ما أذكر هل ستتعامل أربيل بصورة مباشرة مع إيران أم تترك الحديث للحكومة العراقية هي التي تتعامل مع بغداد تعتبار متمثلة بوزارة الخارجية العراقية مساء الخير سيد الرحمن تحياتي لكم والدكتور مجاشع والمشاهدين الكرام يعني أربيل كانت بصدد التعامل المباشر مع الجانب الإيراني قبل أيام زار السيد فالح الفياض أربيل والتقى بالسيد مسعود البارزاني ومن ثم زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد ولقائه بشخصيات حكومية وحزبية كلنا يدرك أن معظم هذه الشخصيات الحزبية خاصة مقربة من إيران كان هناك نية لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان هناك نوعا ما اتفاق أن يرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الأيام القليلة القادمة وفدا رفيعا على مستوى المكتب السياسي كان حسب المعلومات سيترسو إما السيد نيتشرفان البارزاني باعتباره النائب الأول لرئيس الحزب أو السيد فاضل ميراني باعتباره رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي يعني وفد رفيعا منتظر أن يزور إيران من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتصدى لحكومة الإقليم أنا أتصور أن الاعتداء الإيراني والهجوم الإيراني نوعا ما أفشل هذه الجهود أفشل جهود مقربين من إيران في بغداد لتقريب وجهات النظر ولتنقية العلاقات بين أربيل وطهران وأفشل جهود أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يريد تهدية الأوضاع سواء مع إيران أو الأطراف السياسية الموجودة والمقربة من إيران في بغداد والذي توجد بزيارة السيد الرئيس الإقليم ولقائه 17 لقاء كان من المفترض أن يزور هذا الوفد الرفيع الكردي إلى إيران بغية تبحثه حول ماذا برأيك ولماذا أفشل بهذه الطريقة أيضا الرواية ليست محبوكة بالكامل يعني لا تبدو مقنعة جدا يجب أن يسبقها الكثير من الحديث والترتيب وترطيب الأجواء على الأقل التزام شيء من الهدوء لكننا على مدار ثلاثة أشهر تقريبا يعني لا يكاد يمر شهر بدون قصف أو قصفين تجاه أربيل يعني القصف الأخير كان مختلفا أستاذ يعني قبل القصف كان تأتي من الفصائل صحيح فصائل مقربة من إيران ولديها غطاء سياسي في العراق لكن تبقى فصائل مشهولة معظم الأسماء التي كانت تستخدم وأنا ذكرتها سابقا يمكن أن تكون أسماء وهمية لكن القصف المباشر من قبل الحرس الثوري والاعتراف الإيراني الرسمي بالمسؤولية عن القصف هو الذي أربك المشهد وهو الذي فعلا سيفشل أي جهود في هذا الإطار يعني الضغط الإيراني يبدو أنه مستمر غير مقتنع بالجهود التي تبذل لتنقية الأجواء بين الحزب الديمقراطي الكولستاني خاصة وبين الجانب الإيراني باعتبار أننا ندرك جيدا في إقليم كولستان أن إيران ترى في الحزب الديمقراطي الكولستاني في السيد البارزاني نوعا ما عقبة أمام تنفيذ المشروع الإيراني في خط ما كان يسمى بالهلال الشيء وسأعود أيضا مرة أخرى لأسألك عن مدى تمكن الإقليم من إجلاء أفراد الأحزاب المسلحين الذين يمتلكون أحزاب وهم موجودون في أربيل إن كانت هذه الرواية الإيرانية صحيحة هم لا لكن دعني أعود مرة أخرى إلى دكتور مجاشر دكتور قبل قليل تحدثت عن رسائل هل هناك رسائل غير قضية قصف مقرات للموساد وما يحدث حاليا في غزة والدفاع إلى آخره السردية الإيرانية المتبعة أم قضية أخرى قبل قليل أشرت إلى قضية تتعلق بالاقتصاد والنفط والغاز إلى آخرها يعني بالتأكيد الجمهورية الإسلامية تمر بظروف صعبة جدا وهي أعلنت أكثر من مرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى إنها ليد على الزناد وإنها سترد وستدعم المقاومة الإسلامية في غزة ولكن بالتأكيد يعني إيران تمر بظروف صعبة نتيجة العقوبات نتيجة المخاطعة الدولية لها وبالتالي أنا أعتقد أن إيران تعرضت إلى أكثر من هزة خلال السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من استهداف ربما استهداف مخابراتي هناك عدد من الخبراء قد قتلوا والموساد وربما جهت مخابراتي معادية لإيران هو الغريب أن الكثير من علماء النموي الإيراني والعاملين في المنف النموي الإيراني يقتلون داخل إيران أحيانا على شكل ضربات بطائرات مسيرة بشكل دراجات نارية لكن الرد الإيراني يأتي عبر صواريخ باليستية في غير دولة أخرى هنا نسأل أيضا عن موقف الحكومة العراقية جايم حتى هذه اللعظة لا تستطيع أن تفعلها شيء لا هو هذا موضوع الحكومة موضوع ثاني ولكن أنا أعتقد هي أيضا إرادة أن توصل رسالة للمجتمع الداخلي أو جهة الداخلية داخل إيران من أن الجمهورية الإسلامية لديها الإمكانيات للرد وبالتالي أنا أعتقد هذه العملية كلها على بعضها هي مجرد رسال وحتى من استشهد من هذه العائلة ومن الأطفال في إقليم كردستان في محافظة أربيل هي لا تتناسب مع هذا الكم من الصواريخ الباليستية التي حرمت دوليا حينما تستهدف منشآت داخل الأماكن السكنية وبالتالي تلاحظ أن القضية كلها على بعضها هي مجرد بروباقاندا تحاول من خلالها الجمهورية الإسلامية أن تقول أننا موجودين وأننا ممكن أن نرد ولكن القضية الأهم منها أيضا هو استهداف أربيل باعتبار أن أربيل دائما لا تستجيب إلى كثير من ربما التوجهات التي تصل من الجمهورية الإسلامية خصوصا في موضوع الغاز في موضوع الغاز يعتبر مهم جدا بالنسبة لإيران وبالتالي أنا أعتقد أن هناك تقدم تطور كبير في إنتاج الغاز وربما أقديم كردستان خلال الفترة القليلة المقبلة سيصل إلى مرحلة الاكتفاء وهذا في حد ذاته إحراج كبير للحكومة العراقية إضافة إلى أن ما صدر من قبل الحكومة العراقية أنا أعتقد أنه قضية معقولة وهي ربما رد الحقيقية الحكومة العراقية أحرجت بشكل كبير الحكومة أحرجت بشكل كبير لأنها قبل سنتين بأن ليس هناك أي مقرات للموساد لا تعترف به إيران على ما يلبه ليس كذلك؟ يعني هو قبل سنتين حينما تم استهداف شركة كار أيضا كان هناك تحقيق والسيد قاسم العارجي أعلن بشكل صريح أن القضية لا يمكن أن تقدم على أنها استهداف لأن لا يوجد هناك مقرات للموساد داخل إقليم كردستان وفي محافظة أربيل إضافة إلى أن هناك إيران كانت تشكو من الجماعات المسلحة الكردستانية الإيرانية الموجودة على الحدود وبالتالي شكلت لجنة واللجنة تمت بتوافق بين العراق وبين إيران وتم إبعاد جميع هذه الفصائل المسلحة المقربة أو القريبة على الحدود الإيرانية وهي معارضة لإيران وحلت القضية حتى قبل أيام صدر بيان أنه تم حل هذه الإشكالية لكن المفاجأة جاءت يوم أمس وأنا أعتقد حتى التبريرات لوزارة الخارجية الإيرانية لأن السيد عبد الرحمن إذا رجعت البيانة التي صدر من وزارة الخارجية الإيرانية هو مختلف تماما ربما عن الحدة والقوة التي صدرت من الحرص التوري الإيراني بمعنى أنه لا يوجد توافق حتى داخل المؤسسة الإيرانية حول استهداف أقليم كرنسان والعراق بهذا الاستهداف الخطير لهذا أنا أعتقد كما قلت أنه ربما يكون للموقف العراقي وهذه المرة الموقف العراقي الحازم كان هناك إدانة واستنكار للقصف الذي جرى قبل سنتين ولكن هذه المرة تقديم شكوى من العراق إلى مجلس الأمن الدولي هذه كلها ربما تحد أو ربما تغير الكثير من القرارات التي ستصدر مستقبلا حينما تقوم إيران باستهداف العراق مرة أخرى لأن إيران قبل أيام أعلنت أن تنظيم داعش هو من قام باستهداف عمليات إرهابية في كرمان وكنا نتوقع أن الضربة ستكون مواجهة ربما إلى أفغانستان إلى تنظيمات إرهابية ولكن تحاشت إيران ضرب أفغانستان باحتبار أن طالبان لديها أيضا قوة يمكن أن ترد داخل الإيراني لهذا استهدفت هذه المرة أربيل للمرة الثانية وهذا مؤسف جدا ما الذي سوف تنتظره أربيل أستاذ ياسين من الحكومة العراقية برأيك سيما وأنها لا تستطيع على ما يبدو فعل الكثير من الأشياء غير الإدانة رغم ذلك لا بأس بذلك قال السيد مسروب بارزاني أثنى على موقف الحكومة العراقية بإدانة القصف لكن أربيل ما الذي تنتظره سيما وأن جهودها قبل قليل قلت أنها قد عرقلت عبر ذهاب الوفد إلى إيران يعني باعتبار أن الإقليم جزء من العراق الاتحادي يعني المسؤولية تقع على الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم أو القيادة الكردية لا تستطيع بمفردها أن تتعامل مع منظمات دولية أن تقدم الشكاوي أن تمارس ضغوطا دولية خاصة أن تمارس ضغوطا اقتصادية وعدم الاستيراد لذا فأربيل ليس أمامها سوى تتجه إلى الهدوء وأن تمارس ضغطا آخر عبر الحكومة الاتحادية ونقل الملف أو الدعوة إذا ما قدمت رسميا إلى مجلس الأمن سيكون موقفا جيدا مرضيا لحكومة الإقليم نعرف جيدا في هذه المرحلة أن وضع حكومة الإقليم في معظم الأمور غير مؤهل أو غير جيد باعتبار أن لديه مشاكل حكومة الإقليم لديها مشاكل كثيرة لم تحل ولا تزال معلقة مع الحكومة الاتحادية ورأينا الوفود الكردية أكثر من 60 وفد كردية توجه 60 مرة وفود حكومية كردية تتوجه إلى بغداد للقاء المسؤولين الاتحاديين من أجل معالجة المشاكل المادية وموضوع النفط والغاز وبقية المشاكل الكثيرة العالقة بين الطرفين فلذا أربيل فيها ما يكفيها من مشاكل وأن تقحم نفسها في هذه الأمور لذا فكل الضغط وكل التوجه الآن من حكومة إقليم كردستان والقيادة الكردية باتجاه الحكومة الاتحادية خاصة وأن أربيل لم تعود قوية كما كانت في السابق في الموضوع الدبلوماسي في السابق كانت لديها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وكانت تعتمد على هذه العلاقات المتميزة الآن هذه العلاقات نوعا ما وبالشكل ملاحظ منه تراجع لذا فالضغط سيكون كما قلت حبر الحكومة الاتحادية والعلاقات الدبلوماسية بينها وبين الأطراف الفاعلة على الحكومة الاتحادية وترحيبها بموقف السيد الأعرجي يأتي من هذا الجانب جميل جدا بسؤال أخير دكتور مجاشع التميمي لجنابك حلفاء كردستان أيضا على ما يبدو يلتزمون الصند ولا يتدخلون ربما بذراء عدم انتهاك السيادة العراقية وعدم التدخل في شؤون الغير مع عدل تنديدات الموقف الدولي إذا ما يحدث برأيك كيف سيكون لا واضح جدا وأنا اتفق مع دكتور ياسين يعني الموضوع يتعلق بالحكومة الاتحادية هذه القضايا يجب أن تدار من قبل وزارة الخارجية العراقية وهناك ربما ستكون هناك مواقف لأن بالنتيجة هذا الموقف ما دامت الحكومة العراقية أعلنت بشكل حازم عن استنكارها لهذه العملية وإدانتها وربما تتوجه خلال الساعات المقبلة إلى مجلس الدولي لتقديم شكوى في هذا الموضوع من الطبيعة أن يكون هناك دعما وتأييدا للحكومة العراقية وهذا الموضوع طبيعي لكن الأهم هو يجب أن يكون هناك وقفا لأنه واضح جدا أن الجمهورية الإسلامية دائما تستهدف إقليم كردستان ودائما تريد أن توصل رسالة للجانب الإيراني وغير الأمريكي وغير الأمريكي عبر أربيل وهذا الموضوع يجب أن يكون له وقف لهذه القضية لأن هذه القضية بالنتيجة تمس السيادة العراقية وربما تفتح الشهية لدول أخرى لاستهداف العراق وهذا ما يحصل بشكل ربما دوري من قبل تركيا وإيران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف بغداد وبعض المحافظة لهذا أنا أعتقد أن الموضوع معقد ولكن واضح أن الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية أنها حريصة في استخدام أقوى الأساليب الدبلوماسية للحد من هذه العمليات الغير مبررة وهي عمليات أرابية بشكل صريح واضح أشكرك جزيل الشكر دكتور أمجاش عتميم الأكاديمي والمحلل السياسي أرحب مرة هذه المرة بدكتور عدنان السراج رئيس المركز الإعلامي للدراسات الستراتيجية على ما أذكر ربما سينظم إلينا مرة أخرى لكن أعود دعوني إلى أستاذ ياسين عزيز هناك لابد من أن تكون محددات لإيقاف هذه العمليات سيما وأن مصادر تتحدث عن أن الحرس الثوري الإيراني أو مسؤولين إيرانيين يتوعدون بالمزيد من هذه الهجمات إلى حين هل تتوقعون المزيد من هذه الهجمات وإلى أي مدى يمكن أن تصل سيد الدرحمن هذا الموضوع يحتاج إلى عودة نوعا ما تاريخية علاقات الأحزاب الكردية مع الجانب الإيراني منذ وحتى قبل 2003 كانت علاقات مع الحرس الثوري الإيراني الأحزاب الكردية مجتمعة كانت تتعامل عبر مؤسسات الحرس الثوري الإيراني من خلال الحرس الثوري الإيراني تتعامل مع الحكومة الإيرانية لذا فالتعامل ليس بشيء جديد من قبل الأحزاب لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي هو أقدم الأحزاب الكردية تعاملا مع الجانب الإيراني والحرس الثوري الإيراني وعلاقاته كانت في سابق جيدة مع هذه المؤسسة العسكرية المهمة في إيران أنا أتصور أن الجهود الآن تنصب وتفكر القيادة الكردية تحديدا أعود وأقول الحزب الديمقراطي الكردستاني في التعامل والاستفادة من العلاقات التاريخية لا سيما للسيد نيشيرفان البارزاني الذي لا تزال علاقاته نوعا ما جيدة أكثر من مقية القيادات في الحزب الديمقراطي أنا أتصور أن الجانب الدبلوماسي أو الجانب السياسي سيكون سيد الموقف في التفاهم أربيل تدرك جيدا الحزب الديمقراطي الكردستاني يدرك جيدا أن حل مشاكلها مع الجانب الإيراني يجب أن يكون وجها لوجه دون المرور بفاعلين مؤثرين في بغداد هم أيضا حلفاء لإيران يمكن أن يكون الهجوم الأخير دليل واضح بأن العلاقات أو التنقية في الأجواء أو التوترات يجب أن تزال بشكل مباشر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والسلطات الإيرانية وتحديدا كما قد الحرس الثوري وقيادة الحرس الثوري الإيراني باعتبار أن هناك شخصيات داخل الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن ملف التعامل مع إقليم كردستاني إذن هناك انقسام حتى في داخل إيران باعتبار أنه لا يوجد اتفاق على الاستهداف المباشر لأصدقاء الولايات المتحدة أو لخصوم إيران بشكل أو بآخر لكن التوقيت الإيراني على ما يبدو كان مثاليا يعني كردستان يمر حاليا بضائقة مالية بضائقة اقتصادية من جانب آخر هناك حتى تظاهرات بسبب ما حصل من أزمة الخبز والأفران هل تتوقع أن اختيار إيران لهذا التوقيت لم يكن اعتباطيا يعني لإحداث نوع من المشاكل في الداخل الكردي صحيح التوقيت كان مناسبا ووضع كما قلت حكومة الإقليم وضع غير جيد لكن بتصوري أن الاستهداف الإيراني يمكن للقيادة الكردية أن تستثمرها بشكل جيد داخليا وخارجيا أنا سمعت اليوم تصريحات من كافة الأحزاب الكردية خاصة الحزبين الرئيسيين كلها تدعو إلى توحيد المواقف إلى التقارب هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى هذا التقارب الذي كان نوعا ما صعبا في مرحلة سابقة أيضا كما قلت عودة الدفع إلى العلاقات بين القيادة الكردية وحكومة الإقليم مع أطراف دولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة أنا أتصور أن هذه هي فرصة أيضا ذهبية للقيادة الكردية للعمل على هذا الموضوع طيب دعني أرحب بدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراق للتنمية الإعلامية من بغداد مرحبا بك دكتور عدنان على ما يبدو إيران رأيت ما حدث لكنها أيضا حسب تصريحات من داخل إيران تقول أنها سوف تستمر بقصف مقار ما تصفها بالموساد أو الأصدقاء إسرائيل إلى آخره من أوصاف ما السبيل عراقيا لإيقاف عمليات انتهاك السيادة إقليميا ودوليا نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك العزيز ومشاهديك الكرام في الحقيقة نحن نعيش لعبة الكبار في العراق مع الأسف الشديد لن تعيق القوى السياسية بأن المنطقة تعيش لعبة الكبار وهذه لعبة الكبار تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على روسيا في مضايقتها للصين في دفاعها عن إسرائيل وتدخل إيران كدول إقليمية قوية منافسة لبعض المشاريع التي تتمنىها الولايات المتحدة الأمريكية العراق وضحية لهذه الصراعات هذه الصراعات الكبار تحتاج إلى أكبر إمكانية من الساسع العراقيين بأكبر قدر من الحكمة وضبط الأمور الداخلية والاتفاق على العديد من المواقف السياسية حتى لا تقدم القوى الإقليمية كإيران وتركيا وبقي الدول على اعتداء على سياسة العراق دون أرادة أو دون تفكير بأن هذه الدولة بمجموعها سوف تقوم بعمل كبير أو بعمل احتجازي أو بعمل سياسي أو بعمل دولماسي ضد هذه الدولة في حالة اعتداء أو التفكير في الاعتداء على الأراضي العراقية كما حصل في الاعتداء الإيران الأخير أتصور اليوم عندما أتطرق إلى هذه المسألة لدي العديد من الأدلة على ذلك اليوم نحن نطالب بقضية مهمة هناك عمليات قصف غير مبررة لماكن في أربيل يهدد فيها المواطن العراقي الكردي بحياته بمعيشته الأتراك يقصفون الإيرانيين يقصفون القوى الأخرى تقصف القوات التحالف الدولية موجودة الأتراك موجودون في مخيماتهم الموقف العراقي كان موقف واضح حكومة السيد السوداني في إخراج أو الحوار لإخراج القوات التحالف الدولية من العراق الموقف الكردستاني معلسف شديد كان على العكس من ذلك هي الكردستان لا تستطيع أن تفعل شيئا إذا قررت الحكومة بإجماعها باتخاذ قرار بحجم إخراج ولكن الأقليم كان عليه أن لا يجازف بعملية أن يقاطع بغداد بأنه هو ضد إخراجها وهو مع بقاها مع أنه المواطن الكردي الكردستاني يدفع ضريبة هذه الصراعات وبالتالي هو الخاسر الوحيد في وجود البككة في وجود المعارضة الإيرانية في وجود الأتراك كمقائبات ومعسكرات في وجود الأمريكان كتحالف دولي وهكذا الأمور تسري بهذا الاتجاه مع وجود أعداء لأمريكا الذين يهددون بقصف المعسكرات أو المطارات أو ما شاء بذلك أنا أعتقد اليوم نحتاج إلى وقفة كبيرة في تقديري يجب أن ندرس أيضا الأسباب والمسببات لا نترك الحجج الإيرانية ولا ندعب أن هناك انكسامات إيرانية لا أعتقد أن هناك انكسامات إيرانية في الدفاع عن دولتهم وعن مصالحهم دكتور عدنان وأن هناك مقرات للمساعدة لا بالتأكيد مهما كانت الحجة مهما كانت الحجة إن كنت مقتنعا أو غير مقتنع هذا لا يبرر أن تقصف الأراضي العراقية وعليها أن تفاتح الحكومة العراقية بأن وجود هكذا أدل عليها بأن وجود من تدرب هناك واعتدى على السيادة الإيرانية وبالتالي الحكومة العراقية هي التي تقوم بأدوار مهمة في هذا الاتجاه وليس بهذه الطريقة هذه الطريقة يعتبر عدوان واضح واتهاك للسيادة يشجع الآخرين على القيام بمثل هكذا أمور والمواطن يدفع ضريبة هذا السراع فلذلك أنا أقول لك يا علينا أن أتكلم بلغة براغماتية أكثر شوية عمق مما نحن نفكر فيه الآن أقول أنا لا أبرر هذا المعنى ولا أندد بهذا التصرف ولكنني في نفس الوقت أقول علينا أن أيضا ندوس الحجة الإيرانية ونأخذها بمحمل الجد وأيضا نطالب الحكومة الإيرانية بأن تعمل العمل الدبلوماسي والسياسي قبل أن تلجأ إلى العمل العسكري لأن تلجأ إلى العمل السياسي يعني واحدة من الحجج الإيرانية التي تراها جنابك براغماتية هو على الأقل الاتفاق العراقي كرديا وسنيا وشيعيا على أجلاء أي وجود أجنبي داخل العراق كي لا يكون هناك مبرر لانتهاك السيادة العراقية صحيح؟ هذا ما تبت قوله هذا كلام أنا فيه تقديري يعني ما احترامي للأخوة في إقليم كردستان وأنا أحترم عراهم وأحترم سياستهم لكن في نفس وقت لن يكون هذا الموقف كما تفضلت الموقف الكردستاني كان يبعث برسائل إلى المنطقة ويبعث برسائل إلى بغداد بأنه ضد خلوج القوات التحالف ويجمعها بقضية داعش وغيرها من الأمور الأخرى وبالتالي هذا كان موقف سلبي رغم أن إيران لا تنطلق من وجود قوات تحالف دكتور عدنان وتقول ذلك أن القصف حدث بسبب هي تتحدث عن موساد لا تتحدث حتى قوات التحالف لا تدعو إلى إجلاء قوات التحالف هي تتحدث عن وجود موساد يعني رواية أخرى نعم نعم أتفق معك أنا أتكلم بشكل عام لا أتكلم بخصوصية هذا العدوان هذا العدوان إذا أردنا أن ننقف أمام خصوصياته فدعات الإيرانية بأن ما حدث في كارمان وإحنا طبعا الحكومة العراقية والإقليم وكدو العالم انتقدت أو نددت بالعمل الإرهابي في كارمان الإيرانية التي راح فيها أكثر من 200 بين قتيل وجريح وهذا طبعا كان مندد به وبالتالي أعلنت داعش عن مسؤوليتها لكن الحكومة الإيرانية تدعي بأن التحقيقات وصلت إلى طريق آخر غير الطريق الذي أعلن عنه وبالتالي أنا أعتقد هذا الأمر الادعاء الإيرانية أنا قلت لك هذا لا يبرر أنه تقوم بالقصف ولكن كان على الحكومة الإيرانية أن تفتح تحقيقا في هذا المجال وأيضا أنا أقول على حكومة تقنية كردستان تكرر هذا العمل يعني تكرر هذه الادعاءات الإيرانية على وجود موساد ووجود عناصر أخرى وأقول كيابي صراحة لا يزعل مني ضيفي وهم أخواننا وهذه أرضنا وبلادنا وكل ما يصيبها من يعني اعتداء يعتبر اعتداء علينا هذا واضح لكن أقول كردستان منتهك منتهك بشكل كامل البككة تسرح وتمرح وتصل إلى سنجار وتصل إلى توسخورماتو والمعارضة الإيرانية لديها بقرات والأتراك لديهم معسكرات والقصف التركي مستمر يعني هذا يجب وضع حد إليه ما يصير يعني أحسن أن نبقى متفرجين أمام أنه والله هؤلاء خلص محسوبون على المعرف شون تحسب ولكن أقول علينا أن نقف أمام يعني هذه الانتهاكات حتى لا نستطيع أن نتحيز إلى جانب على حساب جانب آخر ومع ذلك أقول هذا العمل مندد الحكومة العراقية كان إجراها جيد ويجب أن يكون أكثر صرامة وأكثر حرص حتى مع وجود مبررات حقيقية كان اللجوء إلى الدولة العراقية وقليل كردستان وهناك تعاون مع إيران تعاون مفتوح وكبير ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا التعاون ويمكن أن نحقق نتاج في العمل السياسي والدبلوماسي إذا كان الادعاء الإيراني صحيحا واضح أستاذ ياسين هل تستطيع برأيك أربيل أن تقطع علاقتها مع الأطراف التي تكون غالبا ما تكون يعني مدعاة للشك نتحدث عن بككا نتحدث عن قوات كردية معارضة نتحدث عن حلفاء أمريكيين أيضا أصدقاء أمريكيين تنطلق ربما من قواعدهم الطائرات المسيرة وتقصف مناطق معينة في الداخل العراقي هل هذا ممكن الحدوث برأيك أم يعني براغماتيا غير صحيح باختصال وصلا أستاذ عدنان أول شيء أستاذ عبد الرحمن أفو مع التخدير الدكتور عدنان يعني أول شيء ليس الإقليم منتهك العراق كل منتهك مسؤولين من خارج العراق يأتون إلى بغداد وإلى النجف يجتمعون مع قيادات سياسية أمنية ويوجهون التوجيهات ويتدخلون في موضوعات تعينات أمنية استخبارية حساسة في العراق فهذا الانتهاك لا يقارن بالانتهاك الموجود فيه حكومة يعني بككا حكومة الإقليم خاصة الحزب الديمقراطي ليس لديه علاقات وإنما هما ليسوا علاوي آم هناك اتفاقية أكثر من ثلاث سنوات مضت على اتفاقية موقعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في موضوع سنجار أطراف ذات غطاء سياسي أطراف مسلحة في بغداد متنفذة تمنع تنفيذ هذه الاتفاقية وبأجندة إقليمية تستفيد من تواجد حزب العمال الكردستاني لتزعج الأتراك الاعتداءات التركية مدانة ندينها كما ندين أي اعتداء آخر والمسيارات أستاذ أبرحمن أو استخدام القواعد الأمريكية سواء في إقليم كردستان أو في بقية المناطق العراقية ليس هناك انتفاق وهنا سؤال ربما سوف يكون عربون لتهديئة الأوضاع هل تستطيع ضمن لطار أربيل أيضا بجانبها مثلا أن تطالب بإجلاء الوجود الأمريكي أو قوات التحالف حتى أيضا من كردستان وأن تصوت حتى ربما في البرلمان إذا كان هناك قرار آخر بعد القرار الذي حدث في 2020 لإجلاء أي وجود أجنبي سوف يكون ذلك ترطيبا للأجواء ويعني لن يكون هناك مبرر آخر لقصف الأقليم سيد عبد الرحمن دعونا نكون صريحين الإقليم القيادة الكردية ليست لها ثقة بالفاعل السياسي الموجود في بغداد يعرف جيدا أن الفاعل السياسي في بغداد يستغل أي نقطة أو أي فرصة لاستغلال أو ابتزاز الإقليم لذا فعدم وجود هذه الثقة وأزمة الثقة الموجودة إذا ما تم إجلاء القوات الأمريكية ولا الحكومة الاتحادية تستطيع ذلك ولا الأطراف السياسية دعونا نكون واقعين يعني الولايات المتحدة ليست بهذا الضعف والانكسار أو هذا الوضع الحرج الذي ممكن لحكومة اتحادية تسيطر عليه أطراف سياسية الكل يدرك أنها مقربة من دولة إقليمية وهي إيران ولن تسأل أنا سمعت من مساعدة وزير الخارجي الأمريكي في ملتقى في أربيل قبل شهرين شهر عشر أتذكر بالضبط شهر عشر قالت أن إخراج الولايات المتحدة في العراق أو المنطقة من يفكرون بهذا الأمر فهم واهمون وعاجزون يعني الولايات المتحدة أقوى من أن تجبرها مجموعات سياسية أو حتى حكومات في وضع لا يستطيع الحكومة الاتحادية ضبط الفصائل ولا تستطيع رد القوات الأمريكية فيما تقوم بعمليات عسكرية فكيف للإقليم الذي هو جزء وكما قلت وضع الآن غير جيد يعني أتصور أن هذا المطلب من الإقليم وهذا المطلب من القيادة الكردية مطلب غير واقعي وفي توقيت سيء جدا يعني بكلمة أخيرة ربما دكتور عدنان السراج أيضا هناك مطالب كما يقول استاذ ياسين يعني غير منطقية سيما أولناك تطالب أن نأخذ الأمور بعقلانية أيضا يطلب من الأقليم أن يتخلى عن جميع حلفاء لا نتحدث عن جهات معارضة وتتسبب يعني تتسبب بضرر بالمصالح الإيراني لا نتحدث عن أصدقاء الكرد مثلا التحالف الدولي هناك من يطالبهم بعد كل قصف بالتخلي عنهم طيب لماذا لا تتخلى أيضا بغداد عن التحالف الدولي أيضا لا أحد يستطيع فعل ذلك هذا التناقض كيف تنظر إليه وما السبيل لحله هذا السؤال يعني يلامس شغف الحقيقة أنا مع جل احترامي لصديقي واخي الحزيز لكن هذا الكلام الذي يتفضل به هو كلام يعني لا يمت إلى العراق بصلة الأقليم جزء من العراق الأقليم لا ينفلد بقراراته يجب أن يكون الأقليم في التحديات الأمنية والتحديات السياسية منسجبا مع بغداد وجزء من العراق وجزء من السيادة العراقية والدستور العراقي يحدد السيادة في بغداد وهناك وزراء حتى وزير خارجيته هو من الكرد وبالتالي أعتقد اليوم المسألة لا تتعلق بابتزاز الأقليم لماذا تبتز بغداد الأقليم بغداد تتخوف أن لا ينفلد الأقليم في قرارات ويبتعد عن بغداد ويصبح في حالة الدولة داخل الدولة هذا الذي يخوف بغداد ويخوف القوة السياسية في بغداد من الأقليم يعني عندما نكون أنا أسمع لأكثر من مسؤول أمريكي وأعتقد الدكتور أيضا يسمعهم كثيرا وقبل يومين المناطق الرسمي سوى الحكومة يقول لدينا أصدقاء في أقليم كردستان لديه مجتدر تختلف عن بغداد هذا يعني أن هناك حالة من استغلال للمواقف الكردية ضد بغداد وهذا يضعف بغداد ويضعف الأقليم اليوم عندما تستغل العوامل الخارجية الخلافات بين الأقليم وبغداد وتدخل على الخط بعناوين سفيرة بعناوين قوات تحالف بالتالي يستخدمون هذه الورقة للضغط على إضعف بغداد الأقليم عليهم أن يتمسك ببغداد بغداد عاصمتهم وبالتالي عليهم أن يكونوا ضمن سياسة بغداد في التحديات عندما اتحدنا ضد داعش حققنا انتصارات وبالتالي علينا أيضا أن ننتحد ضد أي خطر يهدد سلامة الإقليم الذي هو جزء بالسلامة العراق أشكرك جزيل شكر دكتور عدن السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية شكر أيضا إلى المحلل السياسي من أربيل أستاذ ياسين عزيز الشكر موصول إليكم أيضا المشاهدين الكرام إلى اللقاء